كما وصلت توزرة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السعر الرسمي وتمكنت جهود الوزر خلال 24 ساعة من ضبطي 615 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغة 446 طن أما في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة فقد تم ضبطه 48 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأسزيادة من السعر الرسمي تم ضبطه 388 طن أما في مجال البيع بأسزيادة من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبطه 11 طن أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبطه 403 قضايا من بينها 207 قضايا خبز ناقص للوزن و127 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط أربع قضايا بمضبطات بلغت 23 طن موسيقى موسيقى